أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة سوف تبدأ في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة بالأمس في حفل إفطار الأسرة المصرية وفقا لخطة تنفيذية مشيرا إلى أن هذا التكليف سوف يسهم في دفع مشاركة القطاع الخاص في أصول الدولة المملوكة وإصلاق أيضا مبادرة لدعم توطين الصناعات الوطنية جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء حيث أشاد مدبولي بما تم تحقيقه مؤخرا من طفرة زراعية على أراضي منطقة توشكا مؤكدا التنسيق الفاعل لضبط جميع إجراءات الحصاد وتوريد الأقماح من المزارعين بكميات مقررة مع التوجيه بصرف مستحقاتهم أولا بأول